بسم الله السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مرحبا بكم متابعية الأوفياء سعيدة بلقاء معكم من جديد وصفتنا اليوم دائما في إطار السلسلة الرمضانية اليومية بايلاء الدجاج الشهية والنذيذة بمكونات اقتصادية سهلة وسريعة التحضير لنبدأ على بركة الله كل مكوناتنا جاهزة أضع مقدار أربعة ملاعق طعام من خلال زيت نباتية وزيت الزيتون بمقلات وعلى نار متوسطة قطر المقلات المستعملة 30 سنتيمتر تناسب شخصين إلى 3 أشخاص ويمكنكم مضاعفة الكمية واستعمال مقلات بحجم أكبر أقلي 300 جرام من كطع الدجاج لا نتقيد بالكمية المهم هو اتباع الخطوات والنصائح لإعداد البايلة تقلية الدجاج تعطينا نكهة وطعم للأرز جد رائع للتوصل بكل ما هو جديد فما عليكم إلا الاشتراك بالضغط على الزر الأحمر أسفل الفيديو وتفعيل رمز الجرس أضيف 3 فصوص من التوم مهروسة ويمكنكم فرموها ناعما سأقلي قطع الدجاج جيدا مدة 5 إلى 6 دقائق من الجهتين مع تقليبه من حين إلى آخر لا تنسوا زيارة موقعي حلويات شاف نادية وموقعي وصفات نادية ستجدون كل الوصفات مكتوبة أخفض من حرارة الموقع بقليل حتى لا يحترق مع التوم سأضيف نصف حبة فلفل أخضر نصف حبة فلفل أحمر ومئة وخمسون جرام من البازيلا أي جلبانة بالنسبة للفلفل فيمكنكم الاكسفاء بنوع واحد لدينا هنا حبة أو وحدة أرض شوكي أي قوق سبق أن أزلت القشور الصلبة وقطعتها إلى قطع صغيرة بهذه الكيفية أضيفها لبقية المكونات بالمقلات وطبق البيلا هو من أروع الأطباق الإسبانية على الإطلاق أضيف حبة طماطم مبشورة ناعما وأوزع المكونات أقليها حوالي دقيقتين وأتبل بنصف ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود أو الأبيض البزار ملعقة صغيرة من الملح ويمكنكم التعديل في الكمية ملعقة صغيرة من الفلفل الأحمر الحلو بابريكا أي تحميرة القليل من شعيرات الزعفران والقليل من إكليل الجبل أي اليزير روزماري يعطينا نكهة وطعم جد رائع للفايا ويمكنكم إضافة القليل من الملون الغذائي لمن يفضل ذلك أوزع التسبيل على باقي المكونات جيدا بالنسبة للأرز سأستعمل هنا 300 غرام من أرز بومبا أي ما يعادل كوب ونصف أو كأسين بقياس كأس العنب أوزعه جيدا بالمقلات بالتساوي ويمكنكم تعويض أرز بومبا بالأرز المصري أو أي نوع من الأرز القصير الحبة الخاصية التي يتميز بها أرز بومبا يمتص ضعف كمية السوائل مع احتفاظه بشكله المميز أتأكد من توزيع كل المكونات مع بعضها البعض جيدا وضيط في هذه الأثناء 750 مليلتر من الماء بحرارة المطبخ يمكنكم تعويضه كذلك بمرق الخضر أو مرق الدجاج ما يعادل 3 أكواب أو 4 كؤوس العنب عادة ما تكون كمية الماء أو المرق المضاف ضعف كمية الأرز المستعمل في هذه الأثناء سأرفع من درجة حرارة الموقد إلى مرتفعة ونترك البيلاء حتى تظهر معنا فقاعات بالأعلى أي وصول المرق لدرجة الغليان سأخفض من درجة حرارة الموقد إلى منخفضة نتركها مدة 15 إلى 20 دقيقة حتى تظهر معنا ونرج البيلاء بهذه الطريقة دون استعمال الملعقة بعد مرور المدة المحددة أطفئ الموقد وأغطي البيلاء بغطاء أو بورق الفرن مع ورق الألومينيوم ونترك طبق اليوم يرتاح معنا مدة 5 دقائق قبل تقديمه فكلما ارتاح كلما حصلنا على طبق بجودة عالية بايلا الدجاج الشهية واللذيذة جاهزة بصحة ورحة تقدم مرفوقة بقطع من الليمون الحامض إذا أعجبتكم وصفة اليوم لا تنسوا الضغط على زر الإعجاب المشاركة والاشتراك مرحبا باستفساراتكم واقتراحاتكم رمضان كريم دمتم لنا أوفياء والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة